السلام عليكم تمنى تكونوا بي خير وعلى خير حصدنا اليوم سنتعرفوا فيها على كلمات نستعملها بكثرة في اللغة الفرنسية وهذه الكلمات سنستعملها بالخصوص للربط بين الجمل فلنبدأ على بركة الله من ضمن هذه الكلمات لدينا ممي سنتعرف على ممي سنرى في مثال أو في متال يعني في جملة غراثة بيانتو ممسي أكوز أو سي براث فكيف قلنا جميع هذه الكلمات سنرى هنا في ديز اكزمبل أو أمسلا الآن نبدأ بمي نرى اكزمبل سنرى اكزمبل لفور والفورن لفورن لفورن لما تبخي مي مي هنا مي كتعني لكن جنلتروب كتعني لم أجده فجنلتروب هي وجده جنلتروب لم أجده فقلنا جنلتروب كتعني أبحث عن فورن لما تبخي لكن لم أجده فكيف قلنا مي كتعني لكن مي كتعني لكن نمرو الأن لأكزم لأكزم لنشوفوا مثل إليتون روطار أكزم بوتهاج إليتون روطار أكزم بوتهاج لنقولنا إليتون روطار لأنه عنده أم يفويل أو أم يفويل إليتون روطار إليتون روطار إليتون روطار أكزم بوتهاج فهنا عنا د أكزم رجعت أكزم ودرنا لأكزم لأنه د كتنتهي بأ وأم بوتهاج كتبدأ بأ دائما كنحدفو لفويل الأول يعني لا تلاقوا عندي دفويل فكنحدفو لفويل الأول كنحدفو لأكزم دعما إليتون روطار أكزم دون بوتهاج فإليتون روطار كتعني تأخرا يعني هو تأخرا أكزم دون بوتهاج بسبب زحمة المرور أو زدحم المرور إليتون روطار أكزم دون بوتهاج تأخرا بسبب الزدحم المرور فالن بوتهاج وزدحم المرور أو الزدحم سير فأكزم دو كتعني بسبب بسبب فأكزم دو كنستعمل هاي لعندي شي حادث سيلبي أو نيغاتي فا كنستعمل أكزم دو فأكزم كنستعمل هاي لعندي شي حادث إيجابي أو بسبب سوف أعجب سوف أعجب سنتعمل بسبب فا بسبب عمالي بسبب كتعني بفضل عمالي régulier ça veut dire منتظم grâce à son travail régulier يعني بسبب عمله المنتظم il a pu هنا عندي le verbe pouvoir صرفنا في le passé composé donc il a pu il a pu يعني استطاع améliorer son niveau يعني من تحسين مستوى بفضل عمله المنتظم استطاع تحسين مستوى فهنا grâce قلنا تنستمول هذا ايمان في الاشيئ ليه اجابيه أو positive فهنا grâce اكتاني بفضل بفضل قلنا اكوز دي ساببي grâce ا بفضل الان تقلو اصي نشوف اعجم جه ديگستي le plat il est délicieux et aussi ريش en vitamine جه ديگستي le plat il est délicieux et aussi ريش en vitamine alors وان vitamine يه ال vitamina تنستمول بفضل ال vitamina اصي اصي يه وَا ايدان ديگستي اي دان جه ديگستي راني بفضل راني بفضل ريش راني بفضل بفضل الان راني بفضل ديگستي مم سي مم سي شوفوا اصي مم سي جه جه مم سي مم سي جه 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 ديگستي كتعني على الرغم من أنني مشرولا جدا 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 فبغف كتعني بيختصار نمر الآن بيانتو بيانتو من أمي فتغى بيانتو سو مرياج من أمي فتغى بيانتو سو مرياج فمونا مي كتعني صديقتي ولكن غد قولوا لي صديقتي نغم المختصة نستعمل معها ما ماشي مو لأنه مو نستعملها مع الأسماء اللي هي مشكلة سنجلي يعني مشكلة مذكر سنجلي مفرد يعني الإسم اللي كان مفرد مذاكر سنستعمل معه مو والإسم اللي كان فمينان سنجليير فمينان مؤنث سنجليير مفرد سنستعمل معه ما ولكن هنا كلمة آمي كتبدا بأ ألي يفويل وما كتنتهي بألي يفويل كيف كنعرفو القاعدة كتقول ممكنش يتلقوا عندي دو ضييل ما كنعودوها بمون مون نامي ميمسي آمينو في ميناء يعني أخاذ آميرا اسم مؤنث ولكن كنستعمل معه مون مون نامي صديقتي ستغى ستحتفل بيانتو قريبا سو مرياج بحفل زفافها أو بعرسها مرسيا صديقتي مون نامي ستحتفل بيزفافها قريبا فا بيانتو كتعني قريبا بيانتو قريبا الان مرو لأمور 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 حصل على مكافأة لأنه عملا بجد نمر الآن أو أو كنت تعملوا هاي لعندي لشوا أو الاختدار نشوفوا exemple يعني هل تريدو دو تشاي أو دو كفه هل تريدو شاي أو القهوة او كنت تعملوا هاي لعندي لشوا أو الاختدار نمر الآن مثل أقوموا بإعداد وطباق رئيسي يعني أقوموا بإعداد وطباق رئيسي دو هنا اي كتعني و و أنتمنى يكون واضح لكم وبهذا كنصلوا إلى نهاية الحصة تعرفنا فيها على كلمات مهمة كنت تعملوها للربط بين الجمال فتعرفنا على ما وقلنا هي لكن غرسة قلنا هي بفضلي بيانتو قريبا مامسي على الرغم أو حتى لو parce que قلنا هي لأن a cause de هي بسببي aussi أيضا بغيث كتعني باختصار فأنتمنى تشاركوا الدرس مع أثقائكم أحببكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة ونتلقى بحصة مقبلة إن شاء الله أحببكم أحببكم تشاركوا الدرس